تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي هذا وتمكنت من ضبط 429 قضية تمونية بمضبطات بلغت قرابة 49 طن مواد غذائية وغير غذائية خلال 24 ساعة ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 19.5 طن كما تم ضبط أكثر من 28 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وجرى ضبط حوالي 607 قضايا في مجال قضايا المخابز من بينها 103 قضايا خبز نقص الوزن و84 قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط قضية واحدة بمضبطات بلغت سبعة أطنان أقماح محلية